استقبل وزير الخارجية سمح شكري تيو تشيهن الوزير الأول السنغفوري لتنسيق السياسات الأمنية رئيس اللجنة الوطنية لتغير المناخ وخلال اللقاء عرب شكري عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التي تجمعها بسنغفورة مشيدا بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين مؤكدا اهتمام مصر باستمرار تطوير هذه العلاقات والدفع بها قدما إلى أفاق أرحب في شتى المجالات وتناول اللقاء الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المناخ الدولي حيث ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي وعوامل نجاحها وكيفية تنسيق الأولويات وتوفير التمويل والتكنولوجيا للدول النامية لتحقيق أهداف العمل المناخية الدولية